دشنت وزارتاء تعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتجارة وكلية الهندسة بجامعة صنعاء المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بالتزامن مع المعرض اليمنى الثالث للاختراعات والمعرض الهندسي الأول للمشاريع والإبداعات تحت سقف واحد اجتمع رؤوس الأموال والموهوبون اليمنيون والمقترعون لكشف الكثير من الإبداعات وتبني ما يمكن أن يستفيد الوطن منها المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي في اليمن والمعرض اليمنى الثالث للاختراعات والمعرض الهندسي الأول للمشاريع والإبداع تشين بحضور رسمي لافت في مقدمه رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد وسبعة من نزراء حكومة الإنقاذ الوطنية تأكيدا على أهمية المؤتمر في التعريف بالمقترعين والمبتعين وأهمية تبني مبتكرتهم ويشلمنا أن نكون حاضرين هذا اليوم وهذه البعالية التي رأينا في بداية السياسي مليا ما يذلك الصدور من الإبداعات من قبل الأخوة والأخوات المؤتعين في المعارض التي استعرضناها في بداية اللقاء هذا شيء يذلك الصدور ويسعدنا كثيرا أن يكون لدى شعبنا هذه الإرادة القوية والقاهرة في ظل العدوان والحصار تجارب متميزة شارك فيها الكثير من اليمنيين من خلال ترعين والمبتعين والاعتراف بملكيتهم القانونية لاختراعاتهم التي يمكن تسويقها واستثمارها لتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار رغم الحصار الظالم الذي تقوده السعودية على اليمن إلا أن أبناء اليمن مستمرون في العطاء والإبداع متجاوزين العراقيل محققين طموحاتهم وآمالهم في رسالة واضحة للعدوان بأن الشعب اليمني لن يخضع اليوم وبعد 754 يوم من العدوان نحتفل بهذا الفعالية الهامة كدلانه واضحة على صمود شعبنا وعلى عدم استكانته والاستسلام ففي الوقت الذي يفكر هذا العدوان كيف يفتل وكيف يدمر هنا في شعبنا اليمن يصامل من يواجه العدوان في الجبهات وهنا من يعمل على استمرار الحياة والبحث والاختراع والتفكير في البناء والإعمار والتنمية وزارة التجارة والصناعة أكدت دورها في مواجهة العدوان ودعمها وتشجيعها للمبتعين والمخترعين وتنمية قدراتهم التي تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني نحن في وزارة الصناعة والتجارة وبمساندة من حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى نعلن عن تشفيل الهيئة الوطنية بذعاية وتنمية الاختراعات وتنفيذها وتشجيع المخترعين الحاجة أم الاختراع فالأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن بسبب الحصار تستدعي استنهاض الهمم والبحث عن بدائل تعزز عملية التنمية وتحرك الركود الاقتصادي الناجم عن الحصار المطبق على اليمن أكرم سران اليمن اليوم